في الرابع عشر من شباط فبراير الشرطة البحرينية تطلق الغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق متظاهرين يطالبون بإصلاحات سياسية في البلاد تحت شعار الشعب يريد إصلاح النظام الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في عدد من القرى الشيعية المحيطة بالعاصمة المنامة تسفر عن سقوط قتيل وإصابة أكثر من عشرين شخصا في اليوم التالي كثفت الشرطة من انتشارها على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المنامة في محاولة لمنع وصول مشاركين إلى جنازة التشييع وأدت اشتباكات بين الشرطة والمشاركين إلى سقوط قتيل كتلة الوفاق البرلمانية المعارضة التي تمثل أكبر تيار شيعي في البحرين تعلق عضويتها في البرلمان احتجاجا على مقتل المتظاهرين التطورات دفعت بالمحتجين إلى إطلاق دعوات على صفحات فيسبوك بتغيير شعار الشعب يريد إصلاح النظام إلى إسقاط النظام والشباب البحريني يبدأوا اعتصاما في دوار اللؤلؤة وسط العاصمة وصل هذا التصعيد ألقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خطابا قدم فيه تعازيه لذوي الضحايا وأعلن تشكيل لجنة التحتحق في الأمر وأكد أن الإصلاحات التي بدأت قبل عشر سنوات مستمرة وفي السادس عشر من شباط فبراير أعلن وزير الداخلية اعتقال أفراد من الشرطة على خلفية أحداث القتل خارجيا أعربت لولايات المتحدة التي تشكل البحرين مقرا لأسطولها الخامس عن قلقها من الأحداث ودعت الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن اللجوء إلى العنف ورغم أن ملك البحرين كان قد أكد في خطابها على أن الدستور يكفل حق التظاهر لأن أحداث اليوم السابع عشر من شباط فبراير أخذت منحا مختلفا فقد هاجمت قوات مكافحة الشغب المعتصمين في دوار اللؤلؤ فجرا بهدف إخلاء الساحة بعد استنفاذ كافة فرص الحوار معهم بحسب وزارة الداخلية الهجوم أدى إلى سقوط قتلى وأكثر من مئة جريح بعد أن دخلت الشرطة إلى الساحة على متن دبابات واستخدمت الرصاص المطاطي والقنابل المسيرة للدموع لتفريق المعتصمين اشتركوا في القناة